البنود تم تمريرها وبعض بنود قيلة انها سيتم اعادة طرحها مرة اخرى على اللجنة الدستورية والتشريعية فاحنا بنرسل رسالة كعضاء جمعية عمومية وليس جمعيات او مجالس ادارة انه ان لم يتم اعادة دراس القانون بشكل جيد وعرضه على اللجنة الدستورية وموافقة المحكمة العليا الدستورية على هذا القانون لان المحكمة قلتش عليها بشكل سابق انما لجنة الفتوى فيه والتشريع فوقس الدولة هي اللي بتشوف بزبط لكن الفكرة اصله المدة مفتوحة للانتخاب طول الوقت او مدتين دا ما لهاش علاقة بالدستورية الامر او عدم قلنا له علاقة بقرار المشرع نفسه المشرع دا صدر بها قانون سنة 2014 فحتى عشان يلتفع على هذا الامر قالك خلص هنطبق هذا القانون بس هنصفر العداد من دلوقتي يعني اللي بقاله عشرين سنة نبتدي نعدله الثمان سنين بس برضو الكلام دا لو فيه ناس اصحاب مصلحة نحن بتقولي الناس كلها هي لجنة التسير ينفيش حد قاعد على كرسي دلوقتي وعاز يفضل عشر سنين قدامه في اللجنة او في الغرف دي برضو علامة استخدام لان احنا عندنا بعض الغرف للأسف فيها بعض اعضاء تعدوا الواحد وعشرين سنة والعشرين سنة اعضاء مجالس فعلا وكان بيتم التحايل في بعض الاحيان انه يتم رفع قضية قبل انتهاء الدورة بسنة فيها تسقط الدورة وانت تحسبش اللي تحسب واني بتدي من قاعد الاحيان دا بس ما حدش يوعد عشرين سنة الاو صاحب مصلحة الحقيقة في اللي يوعد دا اللي نقصد وانا بشوف او زمايلي بتشوف انه يعني لازم يبقى جيل يسلم جيل اخر انا بشوف ان الشباب اللي موجودين في القطاع عندهم فكرة اعلى مننا بيشتغلوا بالديجيتال ماركتينج بيشتغلوا بالسوشيل ميديا وهو دا اللي ماشي في العالم يجب ان احنا نديهم فرصتهم انهم يصلوا لهذه الامال لكن يا فندم الغرف السياحية هل هي صانعة سراتيجية السياحة ولا هي بتنفذ خطة او مخطط عملاء الدولة والحكومة فيما يقص السياحة ايه مهمتها بالزبط اولا الغرف السياحية لازم نعرف شكلها فيه اتحاد عام للغرف السياحية وتحته خمس غرف نوعية غرفة الفنادق غرفة الشركات غرفة المنشآت المطاعم والمنشآت الفندوقية غرفة الغوص وغرفة العاديات اللي هي البزارات مش بيرقصهم برأس المنظومة فيهم الاتحاد المصري عشان الجهاد دي كلها ما تقطبش الدولة احنا بنرفع عرقنا الفنية او طلباتنا الفنية لليه الاتحاد والاتحاد يقوم بمخاطبة الدولة نيابة عنا وده هيكلة من سنة 68 قانون سنة 68 وتعديلاته في عام 92 كان قانون محترم جدا بس نتيجة تطور الزمن كان كنا محتاجين انه يتم تعديل هذا القانون بشكل يواكب العصر وفي نفس الوقت انه نوحد التعامل مع جهة وحدة مع شباك واحد زي ما طلب من زمان اكتر من عشر سنين ان انا مش زابط دفاع مدني اما احترامك كامل ليه ممكن يوقف منشعة فندقية حتى لو هناك مخالفة مش هعرف تداعيتها والانتزامات اللي مرتبطة بها وخلافه فده كان الغرض من القانون فوجئنا انه دخل في حتة واحدة بس وهي الانتخابات تحصين مجلس الإدارة سحب صلاحيات من الغرف والاتحاد والتحويلها الى وزارة السياحة لانه كان في القانون الاديم لو انا اصدرت قرار والوزير رفضه ورجع لي الرفض وصممت على هذا القرار يمشي القرار لان الجمعية العمومية هي سيدة منما دلوقتي القانون الجديد الوزير يلزمك يلزمك او مش في الوقت اللي احنا بنكلم انه الدولة تخرج من ملكية الاقتصاد وانه الدولة تسيب القطاع الخاص يشتغل واستثمارات الخاصة تعيش خصوصة في السياحة اذا بينا قانون بيرجع تاني الحكاية كأنها وزارة السياحة سنة 65 ياريت 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 قانون 68 لو تم مقارنته بالقانون الجديد اللي بيتم تمريره الان لان انا عندي قانون 68 احسن فعلا للدرجات دي يعني احنا كان الغرض منه توحيد التعامل مع جهة واحدة فقط لغير عشان الاستثمارات تطلع لقدام بهذا الامر انا بشوف انه المستثمرين اللي موجودين على ارض الواقع حيبتدوا ينسحبوا ودير سالة بنوجهها لكيادة سياسية المستثمرين الاجانب بهذا الامر ممكن ما يكملوش او ينسحبوا عن استكمال مشروعاتهم ويخرجوا لانه هيبقى تحت وطئة اشخاص محددة ممكن تاخد قرار في السمرار من عدم الاستمرار نقطة تانية موضوع لما تم دم وزارة السياحة والاثار دي لها زمة مالية مستقلة ودي لها زمة زمة مالية مستقلة لما تم دمجهم تم عمل سنديق السنديق دي ممكن تمرر الفلوس دي من هنا لهنا ومن هنا لهنا فتم استقطاب اغلب فلوس السياحة لوزارة الاثار لان ما كانش عندها فلوس لدفع المرتبات وخلافة او تجديد واحنا ما عندناش مشكلة مع ان الاثار دي ثروة قومية لا تخص السياحة فقط مش المستفيد منها وزارة السياحة اللي مش بيعملوا في السياحة صحيح الدولة بالكامل بتعمل فيها صحيح يعني مش احنا اصحاب الهرم مش احنا اصحاب المعابد لا احنا بنجيب ناس بتدخل دخل لهذه الامور مش مشكلة ضم الوزارتين مع انه غير منطقيا طول عمرنا وزارة الاثار السياحة مع الطيران هما دول العمودين للسياحة الوزارة اللي بتجيب لك السياحة والجهة التانية هي اللي بتعملوا البرنامج ما دخل الاثار بالسياحة ومع ذلك مفيش مشكلة لكن تمادة الامور ان هذا القانون يصل الى هذا الحد وحتى اعضاء مجلس الشعب اللي قاموا وتكلموا في الموضوع مش من لجنة السياحة يعني عندهم استجارة يعني اه يعني استونفر حتى اللي خارج الاختصاص خارج الاختصاص فاحنا بنطالب فيه بنود كويسة جدا اللي هي حتساعدنا في التوحيد وحاجات تانية كتير في التعامل مع الدولة وخلافه فيه بنود يجب اعادة مراجعتها السيد الرئيس لما اصدر قانون سنة 2014 كان الغرض منه منح الفرصة لسي الشباب للوصول الى اماكن مجالس الادارات والابداع والفكر الجديد لكن اللي احنا بنعمله ده دلوقتي انه ممكن عضو مجلس يفضل قاعد 30 سنة ماينفعش حيديني ايه بعد 8 سنين يعني حضرتك بتعطي في مكان مسؤول في مكان لو قاعدت اكتر من 5 سنين خلص ما عندكش حاجة تانية تبديها ف8 سنين تكفي ماينفعش بقى وصدرت احكام كل شوية تصدر احكام قضائية للانهاء على هذه التحايل من ضمنهم حكم قال انه مدام مرت سنة مالية واحدة وعقد الجماعية مالية كلها يبقى عمل